السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنتمنى تكونوا باحوال جيدة انتم ما كتشاهدوا هاد الفيديو معاكم قناة وصفة وافكا ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة والوصفة دي اليوم هي هات الصندويتش هات بالدجاج لي كيجي مقرمش وكيجي لديد بزاف ورائع مع هات الخبز هادا اللي اسبق لي وشاركت معاكم طريقة ديالو في فيديو اخر غادي تلقاوه في القناة وانا غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف وهات الصندويتش هادا كيجي رائع بزاف الصراحة غادي نفعكم بزاف هات الصيف انا متأكدة ايلا جربتو غادي نالاعجاب ديالكم موهم نخليكم عالمقادير وطريقة تحضير وهنايا غادي ناخدو استرديال الدجاج اللي نكونو غسلناه مزيان منقبل بالحامض اسكين جبير ونقطعوه الى شرائح بهات الشكل هادا كيفما كتشوفوا معايا ما تكون شرقيقة بزاف اشتركوا في القناة ونdrop انتظروا تنتبيل Böyleات الشرق والتنجدرة اق row أو Senator اسوف هادا كوكثة بزاف المحتاج ونزع في انتظروا بزاف طوار what you're good ملعقة كبيرة من عصر البصل ودوز الثوابين ملعقة صغيرة من الملح ملعقة صغيرة من الفلفل أسود ملعقة من الفلفل أحمر ملعقة ملعقة من الزنجابين وشوية الحار حسب الضوء وجوج فصوص محكوكين وملعقة كبيرة من المطارد نحرك هذا الخالد جيدا من بعد ما حركنا هذا التبيلة جيدا نوضع في هذا الجج اللي سنخليه مرقة ساعة المقانة نغطيه بلاستيك غذائي ونخليه كما قلت لكم ساعة المقانة فهي راه كافية وهنايا غاد ندوز الثقائق اللي غاد نمرمده فيه هذا الدجاج ونسموه شوية بديل العطرية فهي نفس العطرية اللي وضعنا في الدجاج شوية ديل الملحة شوية ديل الفلفل أسود شوية ديل فلفل أحمر شوية ديل سكينجبير وشوية ديل الحار كما قلت لكم على حسب الضوء من بعد مدازد ساعة ديال المقانة غاد نحضروا الدجاج ديالنا لهات الصندويج كان ناخده قطع الدجاج وكان وضعوها في الدقيق اللي نسمناه كان مرمده في الدقيق جيدا على هات الشكل هادا كيف ما كتشوفوا معايا ومن بعد كنحطوه في الماء ونعودوا عوداني نمرمده مرة تانية في الدقيق كيف ما كتشوفوا معايا صافي على هات الطريقة هادي وكنبقوا مواصلين حتى كنساليوا الكمية ديال الدجاج لي عدنا مرمده ودعبا من بعد ما كمنا غادي ندوزوا باش نقليوا الدجاج ديانا وهنا هيا في مقلات ساخنة اللي وضعناها فوق النار غادي ندو ونوضعوا فيها الدجاج ديانا على هات الشكل هادا كيفما كتشوفوا معايا على النار اللي تكون هي متوسطة وهوا كيفما كتشوفوا معايا كيتقلا من بعد ما يتحمر من التحت نقلبوا الجهة الاخرى باش يكمل طيابو وهوا الدجاج ديانا من بعد ما طعبوا التحمر كي جعلها تشكل هادا كيفما كتشوفوا معايا ودعبا غادي ندوزوا باش نعمروا لي صندويت ديانا وهنا يا غادي ناخدوا الخبز ديانا اللي كنا حدرناه من قبل كنت حدرتوا معاكم في فيديو سابق انا ذكرتوا لكم في الاول وغادي نحطوا لكم في صندوق الواسف كيفما كتلكم كنحلوا الخبز ديانا على تشكل هادا كيفما كتلاحظوا معايا وكنا ناخدوا المايونيز هنا اللي وضعنا فيه شوية ديان الحار على حسب الطوق اللي ما كيبغيش الحار ما يديروش وكنا ندهنوا به الخبز ديانا ومن بعد كنوضعوا شرائح ديال لدان تفهمي انا قطعتهم على هات شكل هادا ووضعنا جو الشرائح ومن بعد كنوضعوا الفرماج ديال الصندويتش حتى هو قطعتوا على جوج ومن بعد كنوضعوا قطعت الدجاج كيفما كتشوفوا وكنزيدوا عليهم ورقة الخاص اللي كنكون وغسلناها من قبل ونشفناها مزيان من الماء ومن بعد كنزيدوا عليهم شرائح ديال الماطاشة اللي كنكونوا حتى هي قطعناها من قبل صافي وهنا هي من بعد ما انتهينا كنناخدوا الوجه ديال الخبز ديالنا كندهنوا وتواب بالمايونيز وكنغطيوا عليها تشكل هادا كيفما كتشوفوا معايا وهاوا الصندويتش ديالنا من بعد ما كمننا تعمر دياله شا غادي نقول لكم كيجي هائل بدك الدجاج اللي تبنا كيجي مقرمج وبنين بزاف والخبز اللي كنا صايبنا من قبل حتى هو كيجي خفيف ورطب انا متأكدة الى جربتوا هات الصندويتش هذا بهالطريقة هادي غادي تحماقوا عليه وما تنساوش العجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الجرس باش توصلوا بكل جديد وخليوا لي التعليق ديالكم قولوا لي كيف جاكم الى هناك انتهي الفيديو ديالنا دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء وبصحة والراحة اشتركوا في القناة